في ماكلتك هي الفقرة الصحية اللي دايما ما اطلع لكم يوم لأحد تحديدا باش نعالجوا مختلف المواضيع اللي تخص التغذية الصحية عند الإنسان خاصة أنه نحاول دائما من سلطة الضوء ونحاول نرجعه إلى تغذية صحية وسليمة في ظل انتشار مختلف الأكلات ومختلف المعلومات لتاخذنا في منحة آخر موضوعنا لنهار اليوم كنا نعلن عليه في بداية الحلقة وهو نيوفوبي أو رهاب فوبيا الأكل الجديد عند الأطفال سنتعرفه على الأسباب وسنتعرفه على هذا الموضوع وسنتعرفه على عديد النقاط مع الضيفة اللي حاضرة معنا صباحة اليوم لميا بليوز أخصائية تغذية مرحبا بك صباح الخير عليك وشكرا لقبول دعوة البرنامج شكرا لك كل عدو المعتاد لميا طلع لنا يوم الأحد اش نقشي معنا المواضيع المختارة وموضوعنا لنهار اليوم هو نيوفوبي وشنو هي نيوفوبي أو رهاب الأكل الجديد عند الأطفال أول شيء هذي لن يوفوبي أليمونتاق ولا رهاب الأكل عند الأطفال بصيفها ما رأيه وليس فغيما فخي كونت في آخر فترة وكايني بزافي يقول لك بلك مجرد خرافة أولا هي صح سيكزيزت حالة حقيقية تكزيزتها عند الأطفال هي نوع من الخوف ولا القلق الشديد اللي يسبوه نوع من الأطعامة عند الأطفال يعني يولو يشوفوا هذك نوع من الأطعامة أوتوماتيك ما يستريسه وما يقدر يقربوله ما يقدر يشوفه موالو بلك جوز على جل مادةك تاع ولا الشكل تاع ولا تختلف الأسباب من شخص إلى آخر وشنو مالغوز مال هذي نوع من الأطفال ولا اللي عندهم هذي لانيوفوبي أليمونتاق كي يكون عندهم نوع من الأطعامة ما يكلوش تسمى أوتوماتيك ما هو حيخرب شوية النظام الغذائي تحهم أكيد يلا نروح نقطة بنقطة باش نكونوا من المجتمع الجزائري قراب في العادة احنا كبرنا على أنه ما يكلش وكلو على ما يكلش ما بيهوالو وكلو وكتش تبدأ ربما هذا المشكلة عند الأطفال وشنو هو العمر اللي يبدأ يكتشف فيه ولا يكتشف بالأطفال اللي يقدر يكون عنده أو مصاب بهذا الاثتراب هذه الحالات قد تباني عند الأطفال ابتداء من 18 شهر إلى 6 سنين هذا اللاج اللي حساس للأطفال يبدأوا يحطوا لهم المكلة ويبدأوا يكلوا بس كماليزة جلت ويكون جهازهم لهم هضم يتطور وعندهم سنان ويقدروا يأكلوا أي تو لذلك من 18 شهر إلى 6 سنوات اللي يبدأوا يدكوبره ويقولوا اللي عندهم شيئة شخصية لذلك يبدأوا يتشارطوا ويحبروا على رأيهم هذا هو المصطلح اللي يدور عند الجزائرين يتشارطوا علينا فبتالي ما نخليش يتشارط علي لازم نوكله أنا وشيح قبل ما نطرقوا إلى باقي الموضع نسيوا نستقبلوا مكالمات الناس الهاتفية عبر الرقم الخاص ببرنامج نقول لكم تواصلوا معنا التصلب إلا كان عندكم أطفال إلا كان عندكم أحفاد أيضا يتشارطوا في الماكلة ولا راح تعطيكم بعض النصائح لمن خلالها تقدروا تستفادوا وتقدروا توجهوا أطفالكم وتعودوا تردوهم إلى الطريق السليم وتخلوهم أيضا يعيشوا بنظام غذائي صحي حتى ولو أنه عندهم هذا الشروط اللي يخيروها في الأكل لم يأحيانا نشوفوا أطفال في بداية اكتشافوا للأكل ولا تلقاه هيكل بطريقة طبيعية ومن بعد تتغير كما نقوله العقلية عند الطفل واللي ما يحبش يأكل هل هذا يدخل دائما في ظل اضطراب رهاب الأكل عند الأطفال؟ ويأكلها نغمال ومن بعد تيجي نهار وينبالك سبيسيال ما فادك نهار ظهر بالك أنت ماشي طيبة ولا فاسدة ولا جوسيفا خلاص يدير عليها أكوا ويدي سيدي خلاص يقول لي عنده رهبة منها ما يقول ليش يأكلها وهذا شيء لا إرادية يعني ما شيء لازم نحسبه الأطفال على هذه الحاجة دونك ويسا يكزيست بيكون يأكلها نغمال ما داتيك تسربة لك سبب من الأسباب ويقول لي عنده رهبة منها عادة الأطفال اللي تلقايهم ما يوكلوش بعض الأطعيمة أو الأنواع الغذائية تلقايهم في العادة يخربوا نظامها من الغذائي كما قلتي في البداية هل تلقاي دائما الأطفال هادو عندهم خالل في التغذية ولا تلقاي عادة الأطفال اللي ما يوكلوش مثلا القرعا ولا تلقاي هادك شيء ما يأثرش على نظامهم الغذائي خاصة لما بيكونوا ينحيهم من نظامهم الغذائي مادة أو اثنين فقط لا يعني أنهم لا يوفوا بأليمانتق ولا ريها بطعام فسألتك فرصة ما يكون رهوا عندهم خالل في التغذية إذا رهوا الطولة الحمول الميزان الحموليح وكان بزاف لها يكونوا عادي جسمهم سهلين يكون عندهم فقط نوع من النوع ولا نوعين كما قلت من الخضر ولا الفواكه ما يكلوش لثما سيبا غاب زما إذا رهوا يأكل بمليح نشويات بروتينات أليافيتو إذا كين بوش نعوضو ما عليش سيبا غاب شوان مشي مراهيش ضنجوروز واني باوبليجين نقعدون نأكدوا لغا على هاداك النوع من الأطعيمة كين طرقوا حلول باش يقدر يأكلها بصحتاني مشي لازم نديروها بلي مشكل كبير مشي فرصيما إذا عندو لانيوفو بانيمنترم عندها عندو نظامهم الغذائي مشي متوازن باقانط إذا كانوا بزاف أطعيمة ما يأكلهم شبار اكزامل كيمالي زنفاني ما يأكلوا حتى خضراء لثما صح لثما رأوا تخرب النظامهم الغذائي وكينش تقدروا نقولوا بلي هذا الطفل وصل إلى مرحلة الخطر وندقوا نقوس الخطر ونقولوا انه صايا يراهم مصاب بهذا الاثتراب خلينا نقول يبدوا يلقاوا الحلول إذا سيوا معه بدأ الغذائية إذا سيوا هاديو سيوا هاديو كما تقول لك يكون عندو نوع كبير من الأطعيمة ما يأكلوش ما يأكلش كامل الفروتينات ولا ما يأكلش كامل الخضر ما تلقيتش باش تعود له لثما بالك تقدر ما تخرج عن سيطرات حالي تكون بالك حالة نفسية واني لازم نهم علاج نفسي للأطفال يطرقوا لي طريقة أخرى إذا سيوا كامل الحلول سنة 18 يقدرون يقولوا رهيبا لك في مرحلة الخاطر وشن هو أبرز الأكلات لما يأكلهم شيء الطفل بالإضافة إلى القرعة واللفت نعم شخص القرعة واللفت واللفت فس يخلطه مع البطاطا يجب لمربي بطاطا يروحوا يأكلوها ويلقاواها لف يتصدموا اوي هذه ما من عند الكبر ما من الكبر عندهم لانيوفوبيا لمعطا هل هذا الشيء ربما اللي حكيت عن هذه النقطة تحديدا الولاد صغار يجيب لمربي يأكلوا في البطاطا لما يدوقوها يكتشفوا انه ما هيش بطاطا هل هذا الشيء يقدر يدير لهم او لا يخليهم يصابون بهذا الاضطراب؟ اوي هذا ثاني سبب من الأسباب باسك قتلك في الأول بالك الدوق ولا شكل تحابرك ما ما يعد بهمش خلاص يديسيدي وما بكين يبزئ لاتيكستور تحا التالي موضع من المستحى لازيج ولا ما يكلوهاش ما جنرال من أطعيمة اللي يكون عندهم لانيوفوبيا يعني منتغ منها لزنفان غالبا ما يكونوا الخضر وأنواع من الفواكه في العادة وشنو الأسباب اللي تؤدي إلى الاضطراب أو نيوفوبيا نيوفوبيا اللي منتغ عند الأطفال سبب اللي يقدر يكون ويراتي كالناس بزاف اللي يجهلوا هات السبب يعني إذا كان في العائلة عنده ديجا البارانتاء كبروا ما عندهم الفوبي ديجام هذيك الماكلة يعني حيأثر عليها اندركتما بالجينات ويراتيا ويقدر يكون أيضا بلك البيئة البيئة تعالي شخص والتاقفة والتقاليد تعالي تقدر ساعة تكون عادة فقط يكتسبها الطفل وما بعد يقدر تخلص منها تقدر تكون جوشت معندها سواء باتتك اللي فوبرك يعود بالعقل بالعقل يبدأ يدوقها يعود يفق باللي بشي صح يكرهها وكاين دي فوتانيت وين تكون التجربة سلبية سابقة صارت ديجا ومن بالك معجباتوش فدك النهار ما كانت بنينا ما كانت طيبة بيان ولا جو سيبا خلاص يدير عليها كخوف يبالو انفوسيبليا كلها بمجرد يعود سيها مرة وحدة خلاص سيبا تعجبو يعود يفق باللي ما كش منها هذه السباة غير نوفوبية المنتارة مؤقتة هذه الثانية تثرة طيب هل أحيانا أو احنا عنا في العقلية الجزائرية أنه طفل لم يأكلش بعض المأكولات أو بعض الأنواع الغذائية يحتمولوا يأكل فلما يحتمولوا هل من الممكن تؤدي إلى اضطرابات في الهاضم اضطرابات في جسم الطيفل تحديدا ولا لا لا اضطرابات نفسية معه من غير نفسية هل يمكن شوفوا أنه عليه أو تبان عليه اضطرابات في الجسم ولا لا ويتبان عليه اضطرابات في الجسم ويسقطوا على العدد الغذائية بسك كمزاف الجو دير في بلهم بلي بدراع سيبان راهو ولا كي عيطوا عليه ولا كي ضربوه ولا جو سيبان لي خلاص حيوالي هكا كيدك لها سوضعوا يكلها خوف ماشي كامل سوليسون سنجام بيتي سوليسون يحتمولوا بسك كي حتمولوا لتمنى حيزيدوا يكرهوا هالوكتركتا وهذا المرض تعالى نوفو بالأليمانتر رام حيزيدوا لزيدوا الأعراب طيب ربما أحيانا لما نحطم الطفل هل يقدر يؤدي لك التحتام إلى حساسية إلى أمراض في جسمه خاصة نقوله أنه ما بهوالو تسيق قالوا ما عنده حساسية يقول كان يأكل هذا الشي عادي من قبل وخرج لطبيعة جديدة هل طريقة تعاون العطيف لازم تكون أنه نحتموا له هذه المكلة ولا نخلوه بالعقب بالعقب بشي عاودي يسترجع خاصة لما يطول في هذه الفترة أنه ما زال ما يأكله عنده عام عامين ما حبش يأكلهم ملحم أو نوع من أنواع الخضر أو الفواكه بان هي كأنها دروع للحساسية مش تحتامه ولا يحيد الحساسية على كل حال بس كل الحساسية تكون عن الطفل من الأول لذلك ما فرصة بغارة طبي ما لازمش صحي ما عندها علاقة بشي نفسي الطفل عندها علاقة بالأكل العطيفي عندها علاقة بالأكل العطيفي وأصلاً هي هاد لانيوفوبي أليمونتار هو نوع من أنواع اللي تخو بلاليمونتار ولا إطالابات الأكل العطيفي عن الطفل باركن تخل كنح تمولو نحن نحقون حتى نتيجة طيب لمية هل لازم نعوض بعض المأكلات الغذائية للطفل بمأكلات أخرى التي تقاربها في القيمة الغذائية أم لا عادي أنه هو مشرد وقت فقط الصغير والأكيد رح يعود يسترجعها لما الطفل يعود يرجع إلى عادة الطبيعية ويستهلك هذه المأكلات اللي كان ممتنع لها لفترة محينة يعني البدائل البدائل هل من ضروري جداً أنه لازم نعوضه أم لا لا؟ هي مهم بزعف سيخته إذا كان كيفش نقوله دعما بارئزامل البروتين إذا ما يأكلش بارئزامل الجد سي تخيز إمبورتان شوفوا سواء الفروماج فري ألبان ولا شوفوا حوت ولا بيض ولا أينة ولا الحم ولا أينة وآخر من الفروتينات سيخته إذا كيما كنت نقول لك إذا كان خضرة واحدة ما يأكلها شنرما نعودها بخضرة واحدة أخرى دونك سي أمبورتان أصلا واحد من أول الحلول اللي نبرفوزي ونحن كأخصائيين تردية أنهم يشوفوا بديل ونبارل يبدأوا يدخلوا له هذه المكلة بكميات قليلة باش يبدأوا يغالفها بالعقل بالعقل مي سي أمبورتان ويسي تخيز إمبورتان يحلو لان يعني باش من حنا هدوك الهدف تعنام ما يتخربش نظام الغذائي دونك نبدأوا ندخلوا له هدوك البدائل أما مطم ما نهملوش أنه نحاولو نحاولو هاد لانيوفوبيا المنتا سما نعطوه البدائل تعوش ماراهوش يأكل بصحة مبارل نسيه ندخلوه بالعقل زي ما ما يكلش سلق نسيه ندخلوه بكميات صغيرة سواء ما بطريقة تعطيه ندخلوه في سوب ندخلوه في سوس ندخلوه في عملات الإسانسيال ندخلوه تدريجيا في النظام الضلائي تعطف أحيانا ربما الغلطات اللي دينوها الوالدين للأمهات ما يعودوش أطفالهم على بعض الأذواق خلينا نقول في الأغذية يولفوا على حاجة حلوة 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 هذا واحد من أول اسباب من أول اسباب لأنهم تبنيون العادات الغذائية لأولادهم لذلك أنا جنرالا مقال لحالة اللي تلاقيت بهم لأنهم يتلقوا عن أمهات يأكل كلش جنرالا الأمهات اللي يكونوا ما يكلوش مكلا تلقا السبب الرائسي راهو في الأهل من بغض النظر على الويراتها أنه كيمقتلك البيئة لازم يكونوا هما القدوى اللولة لأولادهم لأننا سوف نتعلم كل شيء من أصدقائنا يجب أن يأكل هذه الخضراء الصغر لا يكون بيبي بالعقل لا يدخلها لسدريجياً ويجب أن يأكلها لأصدقائنا أو أخرى تعطي لهم كثيراً حلوية أكل غير صحي يجب أن يأكل هذا الأكل ولكن يحب هذا الأكل ومدام تقدره كبير تفرض عليه الأكل الصحي لأنه يجب أن يكونوا قدوة لأولادهم يجب أن يكونوا مع بيداتهم لكي أطرع لأولادهم يجب أن يأكلوا لكل نعمة تحمل حياة صحي ويقول في أولادهم ما صغر على هذا الشيء بين الأطعمة الحلوة وأطعمة قليلة السكالية وش تنصح الأهالي يبدأوا مع أطفالهم خاصة في البداية الأولى اللي يكتشف فيها الطفل الأنواع والذوق مختلفة الأطعمة الغدائية حاجة بينا بري الفواكه هما الحاجة الأولى اللي راح نبدأ بها هذا الشيء يصنع له ربما خالل في الذوق وبالتالي يؤدي إلى نيوفوبي نعم بصحة كين نعطوهم يأكلوا الفواكه لا نقل يقول لي هذا الغداء تحمل يجب أن يكون كل شيء متوازن أو حكيه حيدخلوا الفواكه هم فعلا لا وحيكون عندهم خوضرة وحيكون عندهم بروتينات ثم اللباز أنهم يكون عندهم توازن من الأول وما يشدوش نوع واحد هذا الخاطئ تاني اللي دروه الأهل ما يشدوش نوع واحد من الأطعمة ويعطوه لهم غير هو بس كي أوطماتيك موم راح يخمم غير في ذلك المكلة وليستقبل غير ذلك المكلة يؤلف غير مهم بزافة نوع يقول لك ويلفتوه نعم هذه غلطة تاني الجستة موادية تعمل لفتوه وغلطة وشن هم الطرق أبرز الطرق اللي تقدر تنصحي بهم الناس يروحوا بهم تدريجيا في أنهم يقلوا من الإصابة بالنيوفوبي وكين بزاف حلو لازم برك اللي درجة يكون عندهم لا بشأنس ويروحوا بالعقل يلعطيهم درجة بدرجة والناس هيتسمح فيكم أكيد رح تستفاد من كل معلومة وطريقة رح تقوليها يلا ركزوا معنا بباش ترطيقهم مهم بزاد مهم بزاد مهم بزاد لحاجة اللي لا كنا نقولوا لازم هذه المثلة قبل فقط سمحيني قبل ما تعطيهم الطرق والحلول قال لك بزاف المتصلين نعود وضحونا الموضوع يلا باختصار ولا بيتعمق أكتر خلينا نعود نحكو لهم وشن هو نيوفوبي الناس رأي تطرح في أسئلة أخرى بعد كيف نجوز الاتصالات للمشاهدين خبير وشن هو نيوفوبي قال لك عندهم خلط المشاهدين مع الشهية غرفة تحكو ما رأي تقول هذا الموضوع نعم مش قلت لهم عندهم خلط مع الشهية نعم داكو هو حالة قلق وتوتر يسببها نوع من الأطعامة هو عبارة عن نوع من إطاربة الأكل يعني ومليتخوب الأليمانتر لكن الثاني عنده علاقة بالحالة النفسية والأكل العاطفي لدى الطفل أنه يخليه غير يشوف هذيك الماكلة ما يقرر بالهاش يرهبها يرهبها ينفوبي يزوغ بتلقى ردة الفعل تاعه غير طبيعيا يجه تاوتور قال لقد زدوا دقة القلب كل شيء هتف اللي قريمو ساعة وتحسي باللي راهو مش مائز أو ما أحملهاش متقزز فقط يشوف الأكل القدام في طبيعه لمجرد أن اللوع الغذائي ولا اللون اللي ما يحبوش ولا تلقاه يبداع يجتنب يبداع دبلاع حقيقة سمعت هذيالالحالة لا نقول cuando الله أنه فقط فقدان الشهية عند الطيف لأن الناس قربه ويرالشهاء يشوف المتهم أن يأكلها أو شبعان هذا ما كان. ALE NUFOBY ALIMENTAR ليست فقط الشاهية. لأن NUFOBY ALIMENTAR ليست أيضًا. لكن يأكل لأنه يحب لأنها صدرات أط SID. وهذا أكره إنه يحب لأنه يلاحب لأنه يأكل. يحب أن يكون لأنه يأكل على هذا النوع من الأطعم. فقدان الشاهية ليست أدراً. فقدان الشاهية ليست أخر. فقدان الشاهية يحب أن يأكل قليلاً ويحب. فقدان الشاهية لأنها أختصر على NUFOBY ALIMENTAR. يلا باش نوضح فقط للناس نعودهم بالسؤالة نقول لكم أنه النوفوبي هي أن الطفل ديالكم من عمر مبكرا إلى حتى الخمس سنوات ست سنوات ربما تلقاه ولا حتى المتوسط تلقاه هذا الطفل يأكل كل شي يأكل كل أنعام الغذائية يأكل حتى يفطر ويتغدى ويتعيش بطريقة طبيعية ولكن عنده نوع أو نوعين من الغذاء ما يأكلهم شو ما يقربش نجيتهم نهائيا حتى ربما لو يذوق طعم آخر قريب فقط للطعم اللي ما يحبوش تلقاه نقول لك يتشوكالك تلقاه حتى عرضة الفعل تشوفوه شغول ما يقربش منه يزوغب ما يقدرش يعضع مثلا على الفلفل البيض ما يقدرش يحس بلقوة عولة في فمو يزوغب خليني أنقل القرعة اللفت أغلب هذه الأشياء اللي يدور عند الأطفال تماطيش أيضا ماشي طيبة فتلقاه ناس يقول لك لو كان ذوقها نموت هذا باختصار ولكن هو تلقاه ياكل في الوقت ياكل كل شي فقط هذه الأشياء يقول لك رجاء ما تحطهم ليش قدامي في الطابلة وما نشوفهمش ومستحيل مستحيل ناكلها هل عندكم أطفالكم عندهم نوع غذائي معين ما يأكلوه ويخافوا منه ويخافوا حتى يشوفوه ربما يتقرب له فقط المغير فعنده تلقاه ما يحمل هاش تلقاه يهربنا حاولوا تصل معنا ويستقسونا في هذا الموضوع باش نعطوكم بعض الطرق والحيل اللي تتحايلوا بها على أطفالكم وتخلوهم يأكلوا القرعة ولا يأكلوا الكابوية ويأكلوا الطماطيش والبطاطا واللفت وغيرها يولفوها إن شاء الله يولفوها إن شاء الله كيان مملي يديروا ردة فعل يجب لهم ببغم يزدوا عليها ولا لو كيان مملي يجيهم حالة يدوخة يجيهم حالة تقايير تستغرات المو يسيفوا عليهم يسيفوا عليهم هذا الأكل نحنا في الحالة اللي يقولون وكل ألوك ماشي هذا هو الحل يلا نعطوهم بعض الحلول نروحوا درجة بدرجة كيفاش نقدروا نقنعوا أطفالنا ولا كيفاش نتحايلوا على هاد الأطفال بشي تخلصوا من نيوفوبي آله هما حلول بسيطة جدا دو كي يشوفوا بلي كامل يماما يقدروا يديروها الحاجة اللولة أنه كما نقولوا يشوفوا باش ما نخربوش نظام الغذائي أنه نشوفوا بدائل غذائية لعندهم نفس القيمة الغذائية باراكزم فما يأكلش نوع من الحبوب ونشوفوا نوع من الحبوب آخر ما يكون شاد الخضراء نشوفوا له خضراء واحدة أخرى عندها نفس القيمة من الألياف أهم حاجة وثاني شي نبدأوا أنهم بدأوا ندخلوهم هذه الماكلة تدريجيا ما نحطوها لهم مش قانتية كبيرة ونبدأوا ندخلوها لهم على الجه لازم تدريجيا ونسيون من طريقة قطة هيتاء هذه الماكلة نبدلوها باراكزم نسيون قطعوها قطعة صغيرة نسيون نرحيوها نسيون دخلوها بسوف ويسيون دخلوها بسوفة يبقى أشكال يقطعوها أو أسفوها هذا شي بأيك يحفزهم لكي يأكلوا هذه الماكلة وثاني شي بأيك يأكلوا لهم لذا يكونوا يحصلوا لهم تدريجيا أنه يقول لهم عندما يأتي لديها يعاونها لكي تكون توجد في هذا الطبق يأتي لكي تحمس لكي يأكلوا والثاني تجد طيب وعندما عنده زوج الماكلة لا يأكل لهم أو لا تلاته وما يأكل قرعا وما يأكل سلط وما يأكل الكرم تتسقسيه بشي يحس بلي روا كبير وعنده رأي ورأي ومسؤول بلك تحفزوا كيه تقول يقول بلي أنا رايح ينخير بلك يخير وحده فيهم تقول لك حب تأكل هادي ولا هادي ولا هادي في العشاء بلك يسي يخير هذا جوز بس كي مدتلو ويحس بلي عنده رأي يضاك هاد هاد البركات ولا ترحيان بش خبههم لو ما يبانوش وتحطهم في أهل غراري الله نستقبلوا مكالمة هاتفية ونقولوا ألوالو صباح الأنوار للأسف الشديد نقطعت المكالمة الهاتفية ولكن المتصلة كانت قالت في غرفة لتحكم أنه ولدها ما يكلش طومطيش بأنواعيها ها بأنواعيها ها بأنواعيها في هاد الحالة وش نقدرون نديرولو الله الأشكال ديجا اللي قلنا عليهم تسي تحطها له مستفاشة بايته هاكا وتي تاني تدخلها في ديسوس تدخلها في ترحيات لا يجب إن أجد أن ترحياتها لا يجب إن يشوفها مصح التالي هذا الدم ليس لذلك طويل مؤقت لأن صح التالي يجيب أن يتم تنقبلها في تدخلها طويل أعلامية وسط الأعب أن تكره عندها مستفاشة تتحطه لأحد ذلك طويلة أخرى وكي نقوم بOTH هافئة من أن يعود بالعنف ومن يريد أن تحطي بعض العياطة تحطي إذا كان يقوم يحق Rules 10 إلى 15 مرة بالك بالعقل بالعقل يوالفها يزيد لك يغيوزيتها هذه الفوضول عند طفل بالك يبدأ يتقبلها بالعقل المرأة الأولى بالك يدنيها بالك يتوشيها بالك بحاسة لمس يبدأ يتقبلها يشمها بالعقل بالعقل يأكلها والدخلات تدريجيا نعتدر منك قد تعطيك ولكن نستقبل مكالمة هاتفية قبل الموجز ألو 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 سلام عليكم طبعا الأنوار شكوين معنا ومنين بقى الخير أحب بك أشكركم على الحصة شكرا لكم ومرحبا بك نشكروك على التفاعل عبر الاتصال سلامكم ربي أحفظكم إن شاء الله شكرا لك يلا رأنا في الاستماع تفضلي بسؤالك أنا عندي حاسيتي صغيرة عندها خمس سنين ما تحب تحصلها بالسوالح ولكن ما يقتطي اللي جاء وكل زعما هاتحاجة لي كان المرضى اللي يجيها يتعب هي طمض إلا واجريب راهي منها وقليل كل وجنة قالي اللي جاء ومتوشيقنا بالي يقتضها فقط عاودي رفعي صوتك شوية باش نسمعوا سؤالك من فضلك هي قلت لك قائري بنت بنتي حاسيتي حاسيتي صغيرة عندها خمس سنين وقليلها في الميدر وما تحبش تأكلها بالسوالح فأني كمالا تقولك على التغذية هذه اللفتة بالزرودية هذه الصوالح المفيدين ما تحبش تأكله ما تكونش زرودية نخد رقع ما تأكلهاش هذا الصوالح المفيدين ما تحبش تأكلهم نعم قالت الجزر خاصة الجزر أرغب ننطحها باش تروح معاها تدريجيا وتسي تقدمو بطرق عديدة بأكزمبل مبشور تدخلو في إنسو وثاني ما تتعملش معاها تحتم ما تحتموش عليها وكاين حاجة محضرناش عليها بسكي عبالي بلي للماما ولا لجدت بسكي قالت هي جدة أنه تقول لها لو كانت تأكل هاد الفلات تمدلها مكافأة بخير تأكل حلوة ولا نخرج أقول له هاد اللا تكنيك ببالك تمشي مؤقتة بصح أفقتها ماما لو كانت ولي ما تمدلوش هديك المكافأة ولي ولي يا كل جزب باش يلقى هديك الحلوة اللا رايح تخربلو نظامه الغذائي ذاك ما تستخدموش هاد طريقتها المكافأة وما تحتميلوش رايح ما تحتميلها شفادي راح بالعقل وسي كيفاش تحب بيها لها تدريجيا والشكل تحتاني يكون يجدب هديك وإن شاء الله تولي تاكلها إن شاء الله يا ربي فقط احنا نقولو دائما للأهالي الأولياء أنه حاولوا ما تضغطوش على أطفالكم لأنه ما تقولوش باللي راهم يصمتوا ولا عقليتهم هكذا ولا جابوا صنعة جديدة ولا طبيعة جديدة حقيقة قد يكونوا مصابين بإضطراب نيوفوبي ليبدأ منعهم عند الأطفال وعند الصغر وهو رهاب الأكل الجديد للأسفة الشديدة وحنا ما نعطوش هاد الأمر أهمية ويكبر مع الأطفال خاصة لما نفرسيهم ولن تعاملوا مع هاد المرض بطريقة خاطئة للأسفة الشديدة نروحوا درجة بدرجة ونحاولوا دائما نستفسروا ونحاولوا نعرفوا وش بهم أطفالنا هذا هو أهم خطوة ولهذه أهم خطوة لازم نقوم بها تجاه الأطفال من أجل تخطي هذا الإضطراف الختام كلمة حبي تقولها للناس المشاهدين في هذا الموضوع أقول لكل الأهل يشوفوا فينا هنا نقول لهم باللي ما تضلموا شو أولادكم بس كمش يرهم يدوروا فيها بالعاني بل كنحتمتوا لهم ولا فرصيتوا عليهم بل كعيدتوا عليهم ولا استخدمتوا لعنف معهم قبل هاد الشي راح يزيد لهم هاد الحالة حدة هاد الحالة الطيراب الغذائي هذا وفي الأخير نصحهم يتبعوا النصائح للحلول اللي مديناهم أنهم يمدوا تدريجين إذا لحقوا المرحلة لوين كانت تبالك خاطر وين ولا ما يكلوا وما لقيتوش سيوتو وقال حلول بسياسيتو سانة بماشي في نهاية شي يقدروا يدوه يخضع إلى علاج نفسي تدريجيا جميل جدا شكرا لك لاميا على كل المعلومات المقدمة صبيحات اليوم أكيد انت لقوا في أسابيع لاحقة وفي موضع أخرى شكرا لك